اشتركوا في القناة في القرآن الكريم في سورة الزلزلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره صدق الله العظيم الكلام هذا على سيدي بن نادم اللي يعمل يلقى وفي الدنيا أقبل آخر وحتى شيء ما يضيع ولو يكون مثقال ذرة قال الإمام الرازي في التفسير الكبير في تفسير معنى مثقال ذرة قال معناها وزن أصغر نملة هكا النمان لزعر الصغير وسبب نزول هالآية كما قال الإمام القرطبي في تفسيره الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابي أبي بكر الصديق وسيدنا أبو بكر قاعد يستقات قصع الماكلة وقالوا يا رسول الله لأننا قاعدين الراو في ها الدنيا ما عمناه من خير ومن شر فأجابه صلى الله عليه وسلم ما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذر الشر ويدخل لكم مثاقيل ذر الخير حتى تعطوه يوم القيامة والمولى عز وجل قالها في القرآن الكريم في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وقال الإمام القرطبي في تفسيره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال في الحال قبل المقال معناها في الدنيا قبل لآخرة أعمل ينصيب تصيب وأعمل الخير ونساه وأعمل الشر وتفكره وحديثنا قياس ورب يجعلنا وإياكم من خيار الناس يحكيه وعلى راجل عايش في دويره عربي راسه وراسمه عامل معاها غاية الإكرام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانة اكتب المكتوب واخذام رأ وما هي كلمة ويقولوها مكتوب في السماء الأحماء ما تحب الكنة والكنة ما تحب الأحماء أخذام رأ حشاكم طلعت له لفعة لا تحمل أم ولا طيقة لعزوزة مسكينة أمرها حرة تسياق والطيب وتخسل الصابون والكنة حشاكم عرة يدها راسها ما تهزهاش ودي ما كشة ناش والأحماء مسكينة كي لحمت الكرومة ما تاكله ومذمومة كبرت الأحماء ومرضت وما عاش الطاوة قد هك حكمة الكنة على رجلها باش يخرج أمه من بيتها ويطلحها ويسكنها في بيت الصح وما هي كلمة ويقولوها ألف عصاء ولا غلبة متاع امرأ الراجل المغلوبة على أمره ايش باش يعمل تبع كلام مرته لكن المرأة اتفرغ الفطور عند الول وهو قلبه حنينة على أمه يهز اللحمة الباهية ويحطها في صحن والدته ويمد صحن المرته باش تطلعوا لمرأة لحماتها مرته حاشكم لفعة وحرائمية تاخذ صحن من يد رجلها تطلع به دروجي سطح تاقف قدام بيت لحماء وتنحي هيك اللحمة الهائلة وتسنتها وهيك العزوزة مسكينة ما عاش ذيقى مطعم الحم حتى لين صاحب لامانة هز زمانتو وما هي كلمة ويقولوها اللي يعمل يلقى تكبر هيك الكنة اللفعة وتولي هي بيتها حماء وتطيح بيها كنة لفعة بسبعة روس من شر ما خلق الرحمن وتحكم على رجلها باش يطلع أمه البيت سطح ويسكنها وين كانت ساكنة المرحومة حماتها وحتى الفطور ما عاش تحب تطلحوا لها تعطي صحن الولدها وتقولو هز لأم يمتك الطفول مسكين يفرز اللحمة الهايلة باش يود بها أمه وكل يوم هو يجي طالع بالفطور واذا بهالغراب لك حل قد الماهي يهبط دغري عصحن يهز اللحمة ويتير بها انهار الول وانهار الثاني وانهار الثالث الراجل ولا حاير في أمره انهار من نهارات طفطف الهم على قلبه وقال للأم هو دخل لها قالها يام مش نيها الحكاية راني ما عاد فهم شيء وحكالها حكاية الغراب ياخي تنهدت وقالت له ايه يا وليدي هذاك عقاب العمايل اللي كنت عملتها مع مماتك اللي هي جيح ماتي كنت ناكل اللحمة ناكل اللحمة الباهية ونخليها بلاش يا اخي ربي سبحانه وتعالى اللي يحكم من فوق ويخلص في الحقوق ابعث هيك الأغراب باش يقطع لي قسمي ويا غافل شعل الضو وقرأ لوفا في حساسك ويا حارث الشوك من تو اتشوف لعجب في دراسك ويا حافر حفرة السو ما تحفر لقياسك واعملوا بقي وازمان لقي وصدق رب العزة حين قال بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العالمين اشتركوا في القناة